موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة الصف العاشر الأساسي مع درس جديد من دروس القراءة بعنوان مجزرة التنطورة ذاكرة لن تموت والآن أحباء الطلبة فلننظر إلى هذه الصورة القديمة لقرية التنطورة نعم إنها تعود بنا إلى سنة النكبة عام 1948 ويتوقع منا أعزائي الطلبة بعد نهاية هذا الموقف التعليمي أن نكون قادرين على قراءة النص قراءة واعية وتفسير المفردات والتراكيب الجديدة واستنتاج الأفكار الرئيسة من فكرات الدرس وتوضيح جمال التصوير ومناقشة قضايا لغوية والآن أحباء الطلبة هيا نقرأ بين يدي النص المقال الذي بين أيدينا يلقي الضوء على إحدى المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية عام النكبة وما بعدها وبلغ عددها ما يربو على ثمانين مجزرة ومن أبشع هذه المجازر التي كشف عن تفاصيلها مؤخرا مجزرة قرية الطنطورة إحدى القرى الفلسطينية المهجرة التابعة لقضاء مدينة حيفة وقد راح ضحيتها المئات من أبناء هذه القرية وشرد من نجى منهم ثم دمرت تدميرا كاملا وسويت مبانيها بالأرض ما ينسجم مع سياسة الصهاينة القائمة على التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم والآن أحباء الطلبة هيا نقرأ النص قراءة فاهمة ومع الفقرة الأولى مجزرة الطنطورة ذاكرة لن تموت حين تقترب من سفح كرملها المنكوب وتلامس كدماك شاطئها الرملي المغصوب يطالعك أريج سهولها ووهادها وتلالها وشذا أطلالها وركام بيوتها التي دمرها الحقد الأعمى والعنصرية المقيتة والإجرام الدموي فوق رؤوس أصحابها وتشتم من حجرتها المبعثرة وأشلاء بيوتها المهدمة عبق تاريخها المضيء وآلام حاضرها المثخن بالجراح والكوارث والنكبات إنها الطنطورة عروس البحر وقبلة الجمال الساحر والإيمان الصامت منارة المنارات وبوابة الحضارات ومرآة الزمان الناطق بأصالتها وعراقة انتمائها لأمتها وتاريخها الحافل بالجليل من الأعمال والأحداث فلننظر أحبائي إلى معاني الكلمتين الآتيتين الوهاد الأرض المنخفضة والمثخن كما تشاهدون المثقل والآن أحباء الطلبة إليكم هذه المعاني يعد النص السابق مقدمة لمقالنا المسمى مجزرة التنطورة ذاكرة لن تموت ومن المعلوم أن المقال فن نثري يتكون من مقدمة تؤسس للموضوع وعرض تتسلسل فيه الأفكار فكرة تلو الأخرى وخاتمة فيها الإيجاز والإجمال وفي هذه المقدمة هيا نتعرف إلى معاني المفردات الآتية والآن أحبائي إليكم المعنى الأول المنكوب المصاب بنكبة وتشير إلى نكبة سنة 1948 ما أدى إلى تهجير الفلسطينيين قصرا عن أراضيهم والآن انظروا جيدا إلى كلمة أشلاء مفردها شلو والأشلاء أعضاء الجسم بعد التفرق والتشتت المثخن كما قلنا سابقا معناها المثقل والآن كلمة المقيتة المقيتة بمعنى الممكوتة أي المبغوطة بغضا شديدا وقد جاءت هذه على صيغة فعيل التي بمعنى مفعول ومن أمثلتها في اللغة أسير مأسور وقتيل مقتول وجريح مجروح والآن أعزاء الطلبة هيا بنا ننطلق إلى الفهم والتحليل واللغة والسؤال الأول رسم الكاتب صورة للتنطورة بين الماضي والحاضر نبين ملامح هذه الصورة نقول في هذا يقصد الكاتب بماضي التنطورة في النص ماضي الذكريات الجميلة وواقعها الفلسطينية قبل النكبة حيث أريج السهول والوهاد والتلال وشذى الأطلال أما حاضرها فمثخن بالجراح والكوارث والنكبات فيه ركام البيوت التي دمرها الحقد الأعمى والعنصرية والإجرام ما العلاقة بين كلمتي الوهاد والتلال؟ هي محسن بديعي وهو الطباق الإيجاب يوضح المعنى ويبرزه والآن أعزائي الطلبة نستنتج الفكرة الرئيسة نقول في الفكرة الرئيسة جمال التنطورة وحاضرها الأليم هيا عزيز الطالب نوضح الصور الفنية في الجمل الآتية كرملها المنكوب نقول شبه الكرمل بإنسان منكوب وسر الجمال هنا التشغيص والجملة الثانية شذى الأطلال نقول شبه الكاتب الأطلال وهي الآثار الباقية بالأزهار ذات الرائحة الجميلة ويقول عن طرة الشاعر الجاهلي عفت الديار وباقي الأطلال ريح الصبى وتقلب الأحوال الجملة الثالثة تشتم من حجارتها المبعثرة تاريخها المضيء نقول شبه الحجارة والأشلاء بالعطر ذي الرائحة الطيبة والجملة التالية الطنطورة عروس البحر في هذه الجملة عزيز الطالب تشبيه بليغ إذ شبه الطنطورة بالعروس وسر الجمال هنا التجسيم إليكم الجملة التالية دمرها الحقد الأعمى إذ شبه الحقد بالعدو الذي يدمر وسر الجمال أيضا هنا التجسيم والآن ما المعنى الصرفي للكلمات الآتية لاحظوا معي كلمة مغصوب ما المعنى الصرفي لها نعم إنها اسم مفعول وكلمة الصامت إنها اسم فاعل وكلمة الأعمى هي صفة مشبهة والآن أحباء الطلب هيا بنا نكمل كراءة الدرس وينبئنا تاريخ هذه القرية الوادعة التي يبهرك موقعها وتشكيلاته الطبيعية برا وبحرا أنها بنيت منذ مئات السنين على أنقاض مدينة دور أي المسكن التي شيدها أجدادنا الكنعانيون حين وطنوا فلسطين وعمروها قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد ويدل على قدم القرية أن اسمها ورد في نقش فرعوني يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد يذكر فيه أن جماعة فلسطينية هاجرت إلى ذلك الموقع في القرن الثاني عشر قبل الميلاد كما يدل على قدمها أيضا كثرة الآثار والخرب المنتشرة في ربوعها وقد عثر فيها على قطع نقدية تعود إلى بدايات فتحها على أيدي المسلمين والوادعة أعزاء الطلبة تعني المطمئنة والآن أعزاء الطلبة هيا بنا نكشف عن معنى بعض الكلمات شيدها ما معنى كلمة شيدها؟ نعم صحيح بناها والكلمة الأخرى وطن فلسطين ما معنى وطن فلسطين؟ نعم اتخذوها مسكنا يقيمون فيه والآن أعزائي لندلل من الفكرة السابقة على قدم قرية التنطورة نقول في ذلك بنيت على أنقاض مدينة دور التي شيدها أجدادنا الكنعانيون الذين وطنوا فلسطين قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد ونقول أيضا أن اسمها ورد في نقش فرعوني يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ونقول كثرة الآثار والخرب المنتشرة في ربوع التنطورة فكلها أسباب ودوافع تدل على قدم التنطورة والآن عزيز الطالب نستنتج الفكرة الرئيسة من النص السابق نقول تاريخ قرية التنطورة وما يدل على قدمها والآن ما مفرد الجموع الآتية ونذكر نوع كل جمع منها الجموع هي تشكيلات ما مفرد تشكيلات نقول تشكيل وجمعها جمع مؤنث سالم الخرب ما مفرد الخرب نقول في مفردها مفردها خربة وجمعها جمع تكسير والآن عزيز الطالب ما مفرد كلمة الكنعانيون مفردها الكنعاني والجمع فيها جمع مذكر سالم والآن عزيز الطالب هيا نكمل قراءة النص تقع قرية التنطورة على بعد 24 كيلو مترا جنوب مدينة حيفة وترتفع عن سطح البحر 25 مترا وتحيط بها كرة الفريديس وكفر لام وجسر الزرقى وكرة المثلث الصغير اجزم وجبع وعين غزال وكانت طوال حقب التاريخ وتقلباته تجثو غافية بأمن ودعة وسلام في أحضان السلسلة الجنوبية الغربية لجبال الكرمل ويداعب أطرافها غربا شاطئ أنيق وجزر طبيعية خلابة وميناء بحري ومحطة لسكة الحديد جعلت منها مركزا تجاريا نشطا بين مصر وفلسطين بلغت مساحة أراضي التنطورة 14520 دنما أما سكانها فبلغ عددهم قبل النكبة 1720 نسمة والآن أعزائي الطلبة أين تقع قرية التنطورة كما فهمنا من النص السابق نعم صحيح تقع التنطورة على بعد 24 كيلو مترا جنوب مدينة حيفا وترتفع عن البحر 25 مترا إليكم أحباء الطلبة السؤال الآتي نسمي القرى المحيطة بقرية التنطورة نعم كما قرأنا سابقا تحيط بقرية التنطورة قرى الفريديس وكفرلام وجسر الزرقى وقرى المثلث الصغير اجزم وجبع وعين غزال والآن عزيز الطالب إليك السؤال الآتي كم بلغت مساحة أراضي التنطورة وكم بلغ عدد سكانها قبل النكبة نعم صحيح وإني أسمعك تقول بلغت مساحة أراضي التنطورة 14520 دنما أما سكانها فبلغ عددهم قبل النكبة 1720 والآن إليك السؤال الآتي ما الذي جعل من التنطورة مركزا تجاريا نشطا بين مصر وفلسطين نعم صحيح وجود البحر والميناء البحري ووجود محطة لسكة الحديد هيا بنا عزيز الطالب نستنتج الفكرة الرئيسة من النص السابق نقول موقع قرية التنطورة الجغرافي ومساحتها وعدد سكانها والآن نوضح التشبيه في العبارتين الآتيتين لاحظ معي العبارة الأولى تجثو غافية بأمن ودعة وسلام في أحضان السلسلة الجنوبية الغربية لجبال الكرمل ماذا نقول في تشبيهها؟ نقول شبه الكاتب التنطورة بطفلة مدللة تخفو في دعة وسلام كما شبه السلسلة الجنوبية الغربية لجبال الكرمل بالأب الحنون يحتضنها والآن عزيز الطالب إليك الجملة الثانية يداعب أطرافها غربا شاطئ أنيق نقول في تشبيهها شبه التنطورة بطفلة جميلة كما شبه شاطئ البحر بإنسان أنيق يداعبها وسر الجمال هنا التشخيص هيا بنا أعزاء الطلبة نعرب ما تحته خط إعرابا تاما الجملة تقول يداعب أطرافها غربا شاطئ أنيق لاحظوا معي أطرافة مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه أما كلمة غربا فهذه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهنا لاحظ معي عزيز الطالب أن في الجملة تقديما وتأخيرا لاحظ أطرافها مفعول به مقدم وإذا سألتني عن الفاعل فالفاعل في الجملة شاطئ أنيق وهو فاعل مؤخر هيا بنا أعزاء الطلبة نكمل كراءة النص ونطالع في سفر القرية ما يشير إلى أهمية موقعها فقد كانت في فترة الحروب الصليبية نقطة دفاعية مهمة حيث أقام فيها الفرنجة قلعة اسمها مريل ما زالت بقاياها قائمة حتى اليوم كما أدرك نابليون بونابرت بحقده الاستعماري أهمية هذه القرية وغيرها من قرى الساحل الفلسطيني وبكل ما يعتمل في قلبه من أحاسيس الانتقام التي تنتاب المهزومين عادة أقدم في طريق انسحابه الذليل عن أصوار عكا على تدميرها وحرقها عام 1799 للميلاد والآن أعزائي الطلبة إليكم الأسئلة الآتية ما الدليل على أهمية موقع التنطورة؟ نعم صحيح ما يشير إلى أهمية موقعها أنها كانت في فترة الحروب الصليبية نقطة دفاعية مهمة حيث أقام فيها الفرنجة قلعة اسمها مريل ما زالت بقاياها قائمة حتى اليوم كما أدرك نابليون بونابرت بحقده الاستعماري أهمية هذه القرية وإليكم أحبائي السؤال الثاني ماذا فعل نابليون بونابرت في قرية التنطورة عند انسحابه الذليل عن أصوار عكا نقول أقدم على تدميرها وحرقها سنة 1799 للميلاد لحقده وانتقامه بسبب الهزيمة والآن أعزائي هيا بنا نستنتج الفكرة الرئيسة من النص السابق نقول دلائل على أهمية التنطورة والآن أعزائي الطلبة هيا نكمل قراءة النص ومن أحداثها المعاصرة أن مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني عرج عليها أثناء ملاحقة القوات البريطانية له ونام في إحدى مغاراتها ومنها انطلق في قارب صغير إلى رأس الناكورة ومنها إلى لبنان على أن قمة الأحداث المأساوية التي تعرضت لها التنطورة في تاريخها المعاصر هي المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني وكشف عن تفاصيلها مؤخرا بعد أن ظلت مخبوئة في صدور من اكتووا بنار إجرامها سنين طويلة فلننظر أعزائي الطلبة إلى معنى كلمة عرجة عرج معناها في النص نزل والآن أعزائي الطلبة هيا ننتقل إلى الأسئلة السؤال الأول قمة الأحداث المأساوية التي تعرضت لها التنطورة كانت المذبحة نعلل ذلك نقول لأنها مجزرة أليمة راح ضحيتها كثير من الشهداء وظلت تكوي بنيرانها من شهدوها والآن هيا بنا نستنتج الفكرة الرئيسة من الفكرة السابقة نقول بعض الأحداث المعاصرة التي جرت في التنطورة فلننظر أعزائي الطلبة في الكلمات الآتية مخبوئة ترهيب مكمن ما إعراب الأولى وما ضد الثانية وما المعنى الصرفي للثالثة نقول في الأولى مخبوئة التي جاءت في جملة ظلت مخبوئة في صدور من اكتووا بنار إجرامها أن إعرابها خبر ظلة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أما الثانية ترهيب فضدها ترغيب وأما الثالثة مكمن فمعناها الصرفي اسم مكن إلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد أنهينا الجزء الأول من درس التنطورة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الجزء الثاني دمتم ودامت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر